موسيقى 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 ابطال لبنان موسيقى 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 مرة جديدة موسيقى بطل لبنان بفرجة ان هو الرقم الصعب بقاسيا ان هو بيستاهل يكون بطل غرب اسيا بيستاهل يكون بطل العرب رفع راس لبنان بالعالم بيستيها الزافة كتير كبيرة ابطالنا باسيا تحدوا العوامل الطبيعية كلها من طول من تقس من اكل وفرجوا انه ما في شي بيوقفهم وبرهنوا انه هن فين يكونوا افضل لاعيبي باسيا وافضل لاعيبي بغرب اسيا وبالعالم العربي من النادي الرياضة من جمهور نادي الرياضة رئيسا واعضاء لكل اللاعب من اقدم لهم تحية كتير كبيرة ومن اقل لهم يعطيكم العافية بداية لحنقدم فريق الضيف نادي المينا الرياضة البصرة اقدم لبسانية ضيف لاعيبي بويه من طول من نمبر 12 عادل علوان نمبر 13 علي حميد نمبر 14 حيدر جمعة نمبر 15 عماد حميد كمان سوا بنا نقدم نادي الرياضي بيروت نمبر 4 نمبر 4 زوب دلنور نمبر 4 عبدالوهاب حموة نمبر 6 محزنت صغير number seven كريم زينون number eight جوي زلقوم number nine واقل عراجي number ten The Legend سماعيل أحمد number eleven The Beast علي حيدر number thirteen سليم علا الدين number twelve The Big Roy number fourteen عبد الوهاب أمينو The MVP The Tiger فادي الخطيم هيدا النادي الرياضي بطل لبنان بطل ضوية حسام الحريري يعطيكم ألف عافية فإذا أكيد هيدا كانت تشكيلة الفريقين هيدا كانت تشكيلة الفريقين بهالوقت تقديم الفريقين شكرا شاكيب عكوم وطبعا حكام المباراة يلي بيها اللحظات من مصر ومن الجزائر ومن تونس يعني رح نحكي كتير عن هالبطولة خلال هالجيم ونحكي عن جد أديش كان في مجهود جبار لتقدر جيب الفرق العربية على المنطقة بهيك وضعه وقديش كمان على الرغم من كل الظروف يلي موجودة عم بيكون فيه بطولة وعم بيكون فيه مباريات كرة تسلي بلبنان لا فرق عربية ومش حياة لا فرق عربية عم نحكي من العيار التقيل لما نحكي النجم الساحلي هو بطل العرب المجمع البترول الجزائري وصيف بطل العرب ومشاهدين اللي بحبوا الباسكت صدقوني نحنا كل يوم رح نكون معكم خمس ونص إن شاء الله وثمانة ونص مباشر على الهواء فيه جيمات رح يكونوا من اللفل اللي كتير عالي الفريق الجزائري ما معه أجانب ولكن مستوى رح يكون كتير عالي طبعا النجم الساحلي ردوان بن سليمان ومكرم بن رمضان وحمد براع ونيزاري كنيوة هؤلاء اللعبين منتخب تونس بالإضافة لأجنبيين وبالإضافة لهالشي جمعية صلة المغربية الفرق اللبنانية ما بدو مين يعرف عنهم الرياضي أسطورة العرب وآسيا هم منتمن الفريق الكبير اللي ناتر أنا جمهوره هون بقاعد سعب السنين بالمنارة نادي بيبلوس كمان وجمهوره هالفريق المنافس هوبس اللي اللي عن جد هو حكاية حلوة بعالم الرياضة على كل الأحوال ستوبادان صبتش عبيعطي تعليماته ووائل إبراهيم هو الحكم من مصر صفيان سيوسف من الجزائر وصاب الرسق من تونس نتحكيم على أرض الملعب اليوم رح يكون إلى جنب بالإحساءات زي التنير أيضا هذا جمهور النادي الرياضي نادي الرياضي اللي جاي من بطولة آسيا للأندي ولكرة السلة اللي كانت عم تصير بالصين خسر المباراة النهائية بمواجهة صاحب الأرض والضيفة ولكن النادي الرياضي أثبت للكل أنه هو أسطورة من أساطير الرياضة هذا جمهور الرياضي يعني بعدنا أول مباراة دايما التمبو تبع البطولات بيعلى مش من أول يوم بتبلش الزخم الجماهيري والزخم بالمباراة ولكن مع النادي الرياضي حتى ولو نهار تانين ساعة خمسة دائما الجمهور موجود سلوبادان سوبوتش الكوتش السلوفيني للنادي الرياضي صاحب الخبرة الكتير كبيرة بالملاعب الأوربية وعلى كل الأحوال النادي الرياضي سيبدأ المباراة الأولى اسماعيل أحمد على أرض الملعب سبانسر والعرقجة عبدالوهاب أمينو وفادي الخطيب بالوقت يلي الكوتش أسد علي كوتش العراقي لنادي الميناء عم بيبلش باللاعب رقم ستة علي عامر طالب ابنه للمدرب عامر طالب لاعب البوينت جورد العراقي رقم ستة وبالإضافة لللاعب رقم علي حاتم اللاعب الأطول على أرض الملعب علي حاتم مترين وخمسة عشر وبالإضافة لقاله رشاد بل كل الجمهور اللي بتابع الباسكت العربي بيعرف رشاد بل كتير من يحسنت الماضي رشاد بل اللعب مع الحكمة بطولة دبي وقبله هو قاد الشارقة الإماراتي للفوز بلقب بطولة العرب لأول مرة بتاريخه بالألفين وعشرة بأبوضبي وبالإضافة لعلون اللاعب رقم زيرو أيضا اللاعب الأمريكي بيشون تيلور والليعب الأمريكي اللاعب رقم 12 اللاعب واتسون كريستوفر منتو من ديفنس بلش الكوتش بداية هالجايم علي حاتم أول باسكت أول نقطتين بدورة حسام الحريرة مبلش حامية بالشو العراق الفريق العراق محمس انه جاي العبد ضد الرياضي يعني أنا هيدا النادي هو بيمث شركة المواني بالبصرة ولكن النادي كان عم يتحدر بتركيا بمعسكر قبل دورة الحريرة وهالنادي هو رح يشارك ببطولة الأندية العربية يلي رح يستضيفها النجم الساحل التونسي شهر القادم من 10 إلى 20 الشهر هيدا نادي الميناء العراقي عبدالوهاب أمينو أمينو بقى عنده خمس ثواني سبانسور السنايبر على الأرك ما بسجل الريباوند أمين رح يكون لسبانسور زيت نفسه أوبن شات ما بسجل منا الريباوند بيكون لواتسون كريستوفر أول ريباوند بالمباراة رشاد بل كومبو بلاير بلعب من البوزيشن 2 إلى البوزيشن 5 علي حاتم تحت الباسكت بيسجل نقطة الرابعة علي حاتم من تحت الباسكت أربع نقاط لعلي حاتم ببداية الجيم لعب رقم 13 علي حاتم حميد واقل عرقجي بول هندلر الرياضي عم يتعرض لبرشور وضغط دفاعي من علي عامر طالب واقل بيسجل باسكت ان بدي يحاولوا انه يحطوه بالفاول ترابل لللاعب رقم 13 اللاعب العراقي بالوقت اللي عم نشوف فيه الإعادة والعرقجي بيخترق على المترين وخمسة عشر وبيسجل واقل اندون بيستفيد منه واقل عرقجي نقطة التالتة بنزل فيرق لنقطة علي عامر طالب نتمح تارفين على أرض الملعب نظام البطولة تماماً مثل نظام الاتحاد اللبناني لكرة السليم والفريق العراقي عم يلعب بالتلتة أجنب على أرض الملعب بالوقت يلي أمينو عم يلتقط على الريباوند الأول لإله عبدالوهاب أمينو اسماعيل أحمد عن قارك لثري بوينتس ما بيسجل إيربورد لسماعيل أحمد واتسون بلتقط على الريباوند بوصلها أو تيلور بلتقط على الريباوند كريستوفر ما بينجح عمليه يسجل علي حاتم عامل قلق كتير كبير تحت الباسكت اللبنانية علي حاتم رشاد بل خطر رشاد بل اللاعب دايما عنده حلول تحت الباسكت حلوة كتير هالشو شو أمريكاني عراقي تحت الباسكت وفرصة الأندوان لللاعب نامبر زيرو شوفوهم بالإعادة باسكت إن شو مرة جديدة بالسلمة المبنانية تحت الباسكت كان موجود لحاله وهالمرة هو بيرجع بطيت الأوفانسيف ريباند من النقطين ما بيسجل عبدالوهاب أمينو بالطورة الريباند الثاني لقلو والعراجي يعني مع نهاية الكورتور رح ناخد الإحصاءات من عند زيت تنير سبانسر ما بيسجل أمينو تحت الباسكت بيحصل على الخطأ أمينو بيحصل على الخطأ بهالوقت الكوتش أسد علي عم بيكون إلى جانب فريقه دايما بالتعليمات يعني الفريق العراقي فول فوكس ببداية الجيم أكتر من الرياضي ليش؟ لأنه ذهنياً هن جايين يلعبوا ضد وصيل فتل آسيا هيدا الشي كان حديثهم من قبل ما يجوا على لبنان جايين لعبوا ضد النادي الرياضي اللي عنده شهرة كتير كبيرة بالعالم العربي فبالتالي جايين من تلي جايزين كتير لهيد الجيم وواضح أنه مركزين عليها خاصة أنه في أدبانتج بوجود ثلاث لعبين أجانب على أرض الملعب الرياضي حالياً عم بيلعب بأجنبيين اسماعيل طبعاً يعتبر لعب لبناني رشاد بل رشاد بل تحت الباسكت كريست توفر واتسن بيسجل نقطة الميئات الأولى بالجيم أول باسكت نقطتين تماني ثلاثة التقدم لنادي الميناء من البصرة من العراق على النادي الرياضي بطل لبنان سبانسر سبانسر عم اتعرض لبراشر ديشون تيلر عم يدافع عليه سبانسر بيهروا بسبانسر ووصلها لعضواء العراج عن عارك لتري بوينتس ما بيسجل الريبان لعلي حاتن تماني ثلاثة بداية الجيم بالكوركر الأول بداية ممتازة لدورة حسام الدين الحريري بداية ممتازة بالدل قديش ما رح يكون فيه ولا أي فريق ضعيف ما فيش اسم المباراة ضعيفة ما رح يكون عندنا ولا مباراة تتملوا فيها مشاهدينا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إنه فاد الخطيب فاد الخطيب يعني بعد إنه آخر بطولة آسيا اتنقى بين الطب 5 بلايورز بالكشكيل المثالية فادي صار عن جد مثل أرزة الباسكت يعني كيف في أرزة العلم اللبناني في أرزة الباسكت هو فاد الخطيب الخطيب ما بيسجل بيرجعه وبيلتقط الأفنسف واربع نئات بسات أوفنس واحدة للخطيب بلتقط الأفنسف ريبوند وسجل نقطة الرابعة وبيلتقط على الريبوند فادي الخطيب خمسة ريبوند فالنيدر رياضي مقابل ستة للميناء العراقي لعلها ديشان تيلر عن أرك لتري بوينتس بسدد كتير من يحكي اللعب بالدور السعود السن الماضي ديشان تيلر شوتر كتير 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 مميز شوتر وصائب دايما على الأرك لتري بوينتس فادي الخطيب بيخترق فادي ما بينجع أنه يسجل الكرة لم يرح تكون لمصلحة الفريق العراقي نادي الميناء عم بيلعبوا ديفنس عم بيلعبوا ديفنس ممتاز فريق الميناء العراقي يعني الكوتش أسد علي عم بيداوي الكوتش هيدا هو الكوتش العراقي عم بيداوي الفريق اللبناني بالدواهي اللي بيحبه وهو الدفاع ديشان تيلر بيسجل ديشان تيلر بيسجل على البورد وخطأ جديد لنشوف على مين هالمرة على عبد الوهاب أمينو خيوا أكيد معروف بالمبيعي كتير مني الفاروق أمينو علي حاتم تحت الباسكت بلاقشت من الأمينو وما بيسجل هالمرة كمان واتسون الفاست بريك لبناني فاد الخطيب لأمينو الأمينو بيأمن الباسكت بطريقة كتير حلوة مع الشو بينه وبين فاد الخطيب واتسون ومرة شامب كتير عالي من واتسون ما مسجل الريباوند لعلي حاتم بيعمل الموف ما مسجل منه علي حاتم لميني حتقون البوسيشن لمصلحة الفريق العراقي آت الفاوند كرة لمصلحة نادي الميناء من البصرة علي عامر علي عامر جرب يعمل الشو علي عامر ولكن كرة على الآت بتطلع بالإعادة خلينا نشوفون الشو حلوة حلوة كتير أمينو كان على زيت الموجة مع فادي الخطيب وقل عرقجي وقل فنتريشن حلوة كتير بين الديفنس العراقي وبينزل الفير إلى نقطين 13-11 الرياضي بلش يفوت أكتر بجو الجيم رشاد بال ما بيسجل أمينو بيلتقى تقل ريباوند الريباوند التالت لأمينو أفضل ريباوندر هو وعلي حاتم اللاعب رقم 13 العراقي إسماعيل أحمد أوبن شات لسبانسر ما بيسجل وعلي حاتم قلت قلت على الريباوند التاسع للفريق العراقي 9 ريباوند أربع دقايق وأربع ثواني لنهاية الكورتر الأول منتو منديفنس بعده من الكوتش سنوبادان سموتج عم يخترق ديشان تيلر توصلها لها الرشاد بيل بيسجل رشاد بيل رشاد لاعب ليدر مش عم بحكي عن هاللقطة لأنه أنا متابعه بالبطولات السابقة بطولة دبي مع الحكمة بطولة العرب مع الشارقة لاعب ممتاز فادي الخطيب لعند السمعة أوبن شات عن أرك تريم بوينت ما بيسجل أمينو تحت الباسكت وبلاق شات من اللاعب ديشان تيلر بالوقت يلي رشاد بيل بدي يخترق على اسماعيل أحمد بيحصل على الخطأ من السمعة الخطأ الثاني على اسماعيل أحمد أساساً يعني سوبوتوتش عم بيلعب بتشكيلة هلأ ما كانت لعبة مع بعضها قبل بمبارية آسيا المسومعة ما كان عم بيلعب على الملعب فهي تشكيلة جديدة بعدها لعلق الكامسترين كماننا ريكب كتير بيناتهم نحس في شي بعده منه ريكبه على كل الأحوال بنا نعطي كردت كمان للفريق العراقي يلي عم بيقدم باسكت كتير حلو رشاد بل ما بيسجل التاني علي حاتم عامل قلق تحت الباسكت اللبنانية 2 ريبونز بنفس النزلة 6 نقاط 6 ريبونز لعلي حاتم يعني بعد شوي رح أخذ أبرز النقاط من عن زيد باعتقد علي هو الأبرز لقلق بالجيم يعني عامل 6 ريبونز من أسل 11 ريبونز دلتعتهم من فريق العراقي السمعة يجربوا الصلاة لعند فادي ولكن أمينو مرة جديدة العملاء النيجيري عم بيستعرض بالسلة العراقية والفريق عم ينزل لـ 5-18-13 عليه عامر العراق يعني قبل النقسات يلي كانت فيه طبعا كان بلد مميز جدا بالعالم العربي بكرة السلة كما كمان متذكر الناجم على العراق القصاي حاتم ببداية العصر النهضة بكرة السلة اللبنانية مع نادة الحكبة ومع كوج غسان ساركيس ببطولة آسيا المباراة الشهيرة يلي ما حدا بينساها أول مرة ربح لبنان بطولة آسيا كانت لنادق الحكمة ولكن اللي فتح كمان الأبواب العين على بطولة آسيا كان النادق الرياضي ببطولة غرب آسيا بعمان بالـ 98 من بعدها راحوا على ماليزيا وطلعوا بالمركز التالي بالوقت اللي فيه تبديل للكوتش أسد علي بإدخال اللاعب عمر عامر إسماعيل اللاعب رقم 8 بدلا من اللاعب رقم 6 علي عامر طالب وقل عرقجي عم بيسجل 2 من 2 عن الفريثرو لاين نقطة السابعة لوقل عرقجي هو وديشون تيلر أفضل سكوررز بعلق بالجام بهالوقت تورنوفر أولق البوستشن بتبقى لمصلحة الفريق العراقي سوفيان سيوسف الحكم الجزائري هم بيقول البوستشن بتبقى لمصلحة نايدة على الميناء أوتوفاون رشاد بل تزديدة من الثلاثنات ما بتتسجل ديواريك سبانسور بلتوى تقع الريبوند فاد الخطيب تحت الباسكت باسكت علي حاتم حميد هيدا خطأ الثاني هم تشوفهم بالإعادة أساسا يعني فادي لاعب زكي فادي بيعرف يشتري الخطأ بيعرف مين هو الكي بلاير بالفريق الثاني خبرة خبرة كتير كبيرة الخطيب وعم بيعدل الأرقام فادي 18-18 عم بيعدل الأرقام فادي الخطيب 18-18 عمر اسماعيل جرّة بيلعب باس فاست بريك مرة جديدة مع فادي الخطيب بيسجل واق العرقجي بيحصل على الأوفنسور بريبوندو بيعطي التقدم للنيادي الرياضي 2018 واق العرقجي عم بيعطي التقدم للنيادي الرياضي بالوقت يلي رشاد بل بيحصل على الكرة مع الخطيب على البيسلاين رشاد كرة تحت الباسكت علي عاتم ما بيسجل الريبوند اسماعيل أحمد ديوارك سبانسور فاست بريك لبنينية مع النيادي الرياضي سبانسور أوبنشوت ما بيخدها العرقجي اخترق هالمرة أوبنشوت للخطيب كمان ما بيخدها فهذا الخطيب لعند سبانسور أمينو ودي جرّة بيخترق على الباسكت وباسكت إن باسكت إن الكرة استضمت ولمست البورد قبل ما يعمل نبلقشد اللاعب العراقي علي حاتم كورتر أول مميز يعني بيتميز بالقديش الأوفنس فيه مفتوح 22 نقطة لهلأ مسجل النيادي الرياضي عم نشوفه هون بالإعادة مجرد ما لمست البورد ما بيقدر لعيب بقى يذقر الكرة وهون نشوف كلنا بالإعادة هيد vanudge الرياضي برجع ذكر مشاهدينا يعني اوكي كين رشاق ينزل جوه رشاق ينزل جوه انا جاي يصير علينا جاي يصير علينا عجبة سريعة قلت لكم الطويل علي يوقف بالكرة ونانو رح يرجع عنداني فازا مشاهدينا انتهي التايم اوت اللي طلبه الكوتش العراقي أسد علي يعني على كل الاحوال دائما متل ما قلت لكم رح نكون معكم بنقل مباشر لمبارتين يوميا الاولى ساعة خمسة ونص مباشرة على الهواء والتانية ثمانة ونص بعد الاخبار اليوم هوبس رح يلعب مع جمعية سلال مغرب الساعة ثمانة ونص مباشرة بعد نشرة اخبار تليفزيون المستقبل والمباريات كمان يعني رح تكون حماسية جدا شايفين الكل اعتقد انه الفريق العراقي رح يكون فريق السهل النادق الرياضي عم تشوفوا المباراة بالكورتر الاول قديش سعبة عم تكون على الفريق اللبناني دي واريك سبانسر وصلها لواء العرقجي في ووكينغ تورنوفر على لواء العرقجي يعني هون المشكلة مش كانت على دي على وائل طبعا لابدان ما نراد لانه دي ما كان لازم يلعب الباس هون كان لازم هو يكمل باللياب يعني اكيد انا مني لعيب ومني متفلسف على هيك موضوع بس هاي دي واضحة بالباسكت لعيب طالع وريكد وخلص صارت ايده لفوق وائل ما كن متوقع ابدا الباس رشاد بل على البوس رشاد رشاد ما بيسجل والفقت الوفنزف ريباد وامينو هده تاني بلاقشة لامينو بالجيم والعرقجي عند السمعة سمعة لسبانسر يسجل على الارك لتري بونت ودي بيسجل على الارك لتري بونت ودي بيسجل على الارك لتري بونت خمسة وعشرين على الرياضة اللبنانة 18 الميناء العراقي اخذ نفس الرياضة بيها الاثناء ليش؟ لانه صار في فوكس على الديفنز الرياضة بلش الجيم واضح لما ركز الرياضة على الديفنز وطبعاً يعني واضح لما ركز الرياضة على الديفنز قديش فرقت الجيم وقدر يسكر الفير وقدر يتقدم يعني زيد تانيير شو أبرز الستاتس يلي موجودين عندك مع نهاية الكورتر الأول قبل ما نروح لبريك المشاهدين الكرام اليوم معنا واقل عرقجي عنده تسع نقط سوفور بالجيم هو أفضل سكورر بالجيم من وراه بيجي فاد الخطيب وديشان تيلر بسبع نقط ومن وراهن عبدالوهاب أمينو وعلي حميد بست نقط صبحي متل ما عم نشوف يعني الرياضة عن جد بس يلعبوا ديفنز عم يقدر يكمشوا الجيم مضبوط عم يقدر يجرع يعملوا فايزاً أكيد يعني لحنشوف قديش اليوم الرياضة بدو يركز على الديفنز أكتر بعد بالكورتر التاني أكيد أكيد مئة بالمئة صبحي لما عم نشوف يعني بس أول ما يقدر يعملوا ديفنز مضبوط يكمشوا الخريق الميناء دغري عم يقدر يعملوا فاست بريك عم يقدر يعتوا سكنسر الشوطة عم يقدر يعملوا فادي الفاست بريك فإن شاء الله إذا كفوا بهيدا الريضن بهيدا الباسكت المضبوط متل ما شفنا وصلنا أول كورتر للأفريج فإن شاء الله بتكفي هذه الجيمز فإن شاهدين أتنكي لأك زيد لحنروح لبريك أول بمباراة اليوم من بعدها بنرجع نحن بيكون مشاهدينا لمتابعة الكورتر دور الثاني من المباراة الأولى للنهار الأول للدور الأول لبطولة حسام الدين الحريري العربية لكرة السلة هي اللي انطلقت اليوم وبتستمر لغاية 31 تشريئين الأول الحالي بمشاركة 8 فرق أربع فرق من لبنين هن الرياضي هومنتمن وبيبلوس ومن العالم العربي جمعية سلع المغرب بطل المغرب والنجم السعر التونسي بطل العرب والمجمع البترولي الجزائري وزيف بطل العرب ونادي الميناء الرياضي العراقي من البصرة يلي عم بيواجه النادي الرياضي اللبناني بالمباراة الافتتاحية الرياضي بالكورتر الأول لأخذ نفس بآخر دقايق الكورتر الأول وانا كمان بدنا نقول السلامات لمساعد مدرب النادي الرياضي الكوتش أحمد فران يلي كوتش أحمد فران يلي عنده عملية وخرج من المستشفى اليوم سلامتك كوتش فران أبو عمر أكيد يعني مقاله نكهة خاصة على البنش هلأ استوضحنا الأمر من أمين سر النادي الرياضي ومدير الفريق الأستاذ مازن طبارة بيتشجيع مميز به الأسناء لجمهور النادي الرياضي على المدرجات عم بيشجعوا فريقهم سبانسر على الارك تري كونس ما بيسجل البوكسنج آوت كان مميز من الفريق العراقي والرشاد بل رشاد بل بيعمل الشو الرشاد على الفاست بريك مميز الفريق العراقي عم بيكون وعم بيسجل الرشاد بطريقة استعرضية وينزل الفيرق إلى أربع نقاط 28-24 واقل عرقجي وعلي حيدر وعبد الوهاب أمينو وفاد الخطيب وسبانسر عم بيبنشو على الكوورتر الثاني واقل 11 نقطة دابل فجرز بالنقاط واثنين ريباونس لواء العرقجي في الوقت اللي رشاد بل واللعب واتسن اللاعب رقم 12 وعلي حاتم اللاعب رقم 13 العملاق علي حاتم وعمر عمر إسماعيل اللاعب رقم 8 واللاعب ديشان تايلر هن اللاعبينه للكوتش أسد علي مدرب نادي الميناء بالكوورتر الثاني الرياضي عند تقدم ست مئات رشاد بل عند تريف رولاين بيسجل رشاد الزميل حسام شبارو مصور هالبطولة مصورة 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 علي حيدر علي حيدر ما بدي يسجل بطريقة دي أبدا بعدنا بدي يقول بدي يدخل علي حيدر شوفتوا سرع الباسكت خلينا ناخد نفس علي حيدر بسجل بطريقة حلو كتير و علي حاتم ما بيسجل الريبوند لفادي الخطيب 32-26 يتعدم لبناني لبطل لبنان وسيل بطل آسيا الميديا الرياضي عنده تحدي جديد شهر الجيء بالوقت يلي الخطيب بيتحدى كيف من كان ومن وين من كان نقطة الـ 12 أفضل سكورر بالجيم The King فادي الخطيب فادي الخطيب 12 نقطة لهلأ ومن شوف كنا سلد علي حيدر 2 من 2 لديشون تايلور 28-34 والعرعجة فادي الخطيب على البوست فادي لعند علي حيدر سبانسر عن آرك 3-point ما بيسجل الريبوند لمن رح يكون لك كريستوفر واتسون بيعمل كنترول وسبانسر بيعمل ستيل سبانسر وأمينو أمينو الأمين على الباسكت السفرة واليوم على البيضة على لباس نادي الرياضي يلي لبسين اليوم اللون الأبيض وأمينو بيعمل ستيل كمان أرقامه مميز جدا لأمينو لعله بالجيم 36-28 سمع رح يرجع يدخل على الملعب بدلا من أمينو بيطلع لا يرتاح بيطلع لا يرتاح أرقامه مميزة أمينو اليوم 2 بلاك شات ستيل 4 ريبوند 8 نيقات العملاء النيجيري سبق للنيدي الرياضي وأنه كان عنده عملاء نيجيري بالسبق وهو جوليوس نووسو والكل بتذكر النيجيري لاعب نادي الحكمة محمد آشا الراحل محمد آشا ولكن أيام عزوا لقاشا ما حدا بينسيها بالباسكت أرقامه محمد آشا أرقامه محمد آشا بل رشاد رشاد تورنوفر على رشاد بل علي حيدر لوائل عرقجي وائل لعلي حيدر هل والتير هل تنسيق العالي وعلى مستوى عالي بين وائل وعلي وعلي حيدر عم بيسجل نقطة الرابعة بالجيم وبي هل وقت تايم أوت قبل خمس دقائق وثلاثة واربعين ثانية للكوتش أسد علي كوتش نيلد الميناء خلاني سمع تعليمات المدربين كوتش أسد علي وتقبل 5 دقيقة و43 ثانية على نهاية الكورتورة التانية الرياضي اللبناني بطل لبنان ووصيف بطل آسيا عم بيلعب بالمباراة الافتاحية لدورة حسام الحريري الرياضي هو بطل الدورة الاكثر احرازا للقاب والرياضي طبعا هو الفريق للسن الماضي ربح باخر نفس على النجم الساحلي التونسي وعلى كل الاحوال البرس يلي عم يعملوا النادي الرياضي عم بيعطي نتيجة بهالوقت بعد هالتايم اوت فيجأوا فيه الكوتش سلابودان للكوتش العراقي أسعد علاوي عبد علي بالوقت يلي وائل عرقجي الخطيب عن ارك لتري بوينت ما بيسجل عمر عامر لديشون تايلر اوه عنده جمب كتير عالي ديشون تايلر ينزل الفير الى تمانية تمانية وتلاتين تلاتين عم يعملوا مباراة ممتازة الفريق العراقي ما ننسى دياني النادي الرياضي ساحب الخبرة الكتير كبيرة والنادي الأصعب بالمنطقة العربية ديشون تايلر عم يعمل مباراة ممتازة خصوصا هون كريستوفر واتسن عم يعمل لستيل والكرة للفريق العراقي لللاعب رقم أربعة مصطفى جاسم لعب عمر عامر إسماعيل اللاعب رقم ثماني اللي مستلم هو مهمة البوينت كارد مصطفى جاسم تبقى الكرة لما ستعتني ان الفريق العراقي بقي سيني ديشون تايلر لازم يشوت ولكن الوقت بينتهي وبالتالي على الفريق العراقي والبوستشن رح تنتقل لمصلحة الفريق اللبناني يعني المباراة عم بتكون مفتوحة خاصة هجوميا إذا منشوف 38 نقطة عم سجل الرياضي و30 نقطة عم سجل الفريق العراقي وبعد فيه 4 دقاي و36 ثاني اللي نهيت الكورتر الثاني هذا الشيب يعني الديفنس يلي بلشوا الفريق العراقي كتير ميح بالكورتر الأول اختفى بنهاية الكورتر الأول والكورتر الثاني له هلأ بالوقت يلي علي عامر طالب عم يتحرد الدر للدخول لأرض الملعب بوينت جارد العراقي 40-30 الكسبين الأكبر هو الجمهوري اللي عم يتابعها البطولة عبر شاشة تليفزيون المستقبل لأنه دايما نشوف هون بلوك شوت لإسماعيل أحمد دايما الشو بالوفنس بيكون طبعا أكتر من الديفنس لهاشي جمهوري بحب دايما نشوف جيم مفتوحة جيم فيها أوفنس أكتر علي عامر بحصل على ثلاثة زديدات عن الفري ثرو لاين لأنه حصل على الخطأ من واقل عرقجي هو على أرك لثري بوينت 40-30 علي عامر التاني بيسجل منا مع اللي فري ثرو لاين بيسجل بالوقت يلي دخولها اللعب رقم سبعة بصفوف النادي الرياضي كريم زينون اللعب المميز جدا كريم زينون الناشئ كريم زينون وليد 1999 يلي قدم مستوى رائع ببطولة آسيا وعم نشوف كيف الكوتش سلبوضان سوبوتش عم يعطيه فرستو بقوة بالوقت يلا الخاطي بداخ نوت كتير يا واتسون بداخ نوت كتير وتطلع بالعال كتير لتقدر تسكر عفاد الخطيب واتسون بيسجل من المسافة المتوسطة اللعب الأمريكي وفي هالوقت الفاست بريك عراقي تورنوفر على النادي الرياضي 42-34 وبلغشت لعلي حيدر بلغشت حلو كتير لعلي حيدر وعلى كرة لمصلحة العرق جين بوينت جورد عم بيلعبوا الفريق العراقي دفاع المن تومان بيالوقت دلوقت يلي عم نشوف فيه فادي الخطيب تحت الباسكت بيحصل على الخطأ بده يستفيد من المسماتش اللي عنده إياها فادي الخطيب عم بيجربوا دايما لعبين نادي الرياضي يوصلوا لعند الخطيب ساحة بالخبرة الكتير كبيرة فادي الخطيب عن الفري ثرو لاين بيسجل الأولى نقطة الخمسة عشر اثنين من الثلاثة عن الفري ثرو لاين للخطيب خمسة عشر نقطة لديشون تيلر خمسة عشر نقطة لفادي الخطيب قال الخطيب اثنين على الملعب اليوم زميلتنا رشال خطيب لقدمت النشرة الإخبارية على تليميزيون المستقبل وفادي الخطيب بالوقت يلي فيه خطأ على كريم زينون عطف فاند الكرة لمصلحة الفريق العراقي علي عامر طالب ديشون تيلر جامب شات ايربول من ديشون تيلر الريبان لأسماعيل أحمد واقل عرقجي الرياضي عنده فارق عشر نيئات اربعة واربعين اربعة وثلاثين واقل عرقجي یا وائل شو زكي شو زكي يا واقل عرقجي تاني أسست بالجيم اولة نيئات اسماعيل أحمد حد عشر نقطة تنين أسست تنين ريبان لوائل عرقجي لهلأ بالمباراة رشاد بل عم بدي يدخل على الباسكت بيحصل مرة جديدة على الكوره بيحصل على الخطأ يعني رشاد بل سبع نيئات للرقم سبعة تأتي من أربع عن الفريترو لاين ديئتين وتسعة عشر ثاني لنهيث على الكورتر الثاني رشاد بل بيسجل الأولى عن الفريترو لاين نقطة التامنة ورشاد تحتسب الباسكت تسع نقاط لرشاد بل ستة وتلاتين ستة واربعين ديواريك سبانسور لعند عالي حيدر يكتر على الباسكت بيحصل على الخطأ عالي حيدر الجرأة اللي عنده إياها دايما عالي حيدر وتكون عم يعمل بنتريشن على الباسكت دايما علي ما بتفرق يعني ميما كان تحت الباسكت فايت فايت عليك عليك علي حيدر ما بسجل عن الفريترو لاين تاني واحدة بيسجل واحدة من اتنين لعالي حيدر واتسن من المسافة البعيدة بيسجل كريشتفر واتسن ثمانة وثلاثين سبعة واربعين علي حيدر دقيقة واثنانة واربعين ثانية اسماعيل أحمد لجوي زلعوم يلي دخل لأرض الملعب بأول بطوله شمع لطوله جوي زلعوم دغري عن آرك ثلي بويتس بيسجل للنادي الرياضي طبعا ابنه للكوتش القدير رزق الله زلعوم رورو يلي عم يتابع ابنه على المدرجات هو الحج نادر بسما نائب رئيس الاتحاد لبناني لكرة السلع علي حيدر عم بيقاتل بيعمل الستيل علي حيدر والكرة لعند كريم زينون ما بيسجل كريم الريبون لرشاد بل علي عامر طالب عن آرك ثلي بونتس ما بيسجل السبعة بالتويتل الريبون دي شون تيلر كان بده الطابة تحت من اللعب علي عامر لهو ياخد الأتام اسماعيل أحمد لجوي زلعوم مرة جديدة للسمعة اوبن شات عن آرك ثلي بونتس ما بيسجل منه الريبونت لرشاد بل الرشاد عم يلعب بمركز منه مركزه حاليا نعم نشوف رشاد عن آرك ثلي بونتس ما بيسجل اسماعيل أحمد على الفاست بريك لديوارك سبانسر اللاعب سكورر في عنده شعور على الطابة ما حدا عنده يبكون دائماً أي لاعب بيصموه لاعب سكورر ما بتفلط الطابة منه بسهولة وما بيضيع الكنترول على الطابة بسهولة أبداً بيحصة للطابة علي عامر طالب على آرك ثلي بونتس ما بيسجل كريم زينون بلتقربها تورا لعند جوي زالعوم لعند علي حايدر تورنوفر نهاية على الكورر تورر قبل ما نروح خليني مرة جديدة يعني ارجع لعند زيد تنير قبل ما ارجع روح على أول بريك يعني اليوم أكيد المباراة زيد عرقام مهمة ولكن شايفين أداش الفريق العراقي ماشي مع الفريق اللبناني خاصة بالريباوند مية بالمية صبحة يعني عم نشوف على الريباوند صارنا نتعادلين الفريق العراقي معه 19 ريباوند بالوقت الفريق هذه معه 20 ريباوند اللي قدرنا عملناه بالكورر تورر التاني هو أنه حصرنا لعب فريق العراقي على الأجانب طبعاً أكتر شي وبنفس الوقت فادي قدري يعمل سكورينج أكتر صارع عنده 16 نقطة له هلأ الثالث منه للنهار الأول بريك ومنرجع عودي نحن ويكون مشاهدي تلفزيون المستقبل لقاعة الرئيس صعب اسلام بالنيدي الرياضي بالمنارة عودي للنهار الأول للدور الأول لبطولة حسام الدين الحريري الـ 26 بكرة السلة عودي للمباراة الافتتاحية ما بين الرياضي اللبناني حامل لقب البطولي وبطل لبنان وصيف بطل آسيا بمواجهة نادي الميناء العراقي من البصرة مباراة الافتتاحية لها البطولي اللي بتستمر لغاية 31 الشهر نادي الرياضي يلي لقت تيمبو المباراة وعم يحافظ على الريتم يلي بدو يهه وعم يفرض إيقاعه بقوة على الجيم خصوصا من الكوورتر الثاني من نص الكوورتر الثاني وقت قدر يعمل البريك النادي الرياضي لأنه من الكوورتر الأول كان الفريق العراقي عم يلعب مباراة ممتازة وعم يقدر يجاري بقوة وصيف بطل آسيا النادي الرياضي على كل الأحوال الكوورتر الثالث عم ينطلق بتقدم للنادي اللبناني 60-43 علي حيدر وديوارك سبانسر وعبد الوهاب أمينو اللاعب الناجيري وبالإضافة لفادي الخطيب وقل عرق جهني اللي عم يبلشه على الكوورتر من قبل المدرب على السلوفاني سلوبادان سوبوتش بينما الكوورتش أسعد علاوي عم بيبلش بعلي حاتم اللاعب رقم 13 وكريستوفر واتس اللاعب رقم 12 رشاد بل اللاعب رقم 7 دي شون تايلر اللاعب رقم 0 وعلي عامر اللاعب رقم 6 بالوقت اللي رشاد بل عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بنقطه آل 11 دي وارك سبانسر عم بيروق الملعب دي بدي يسدد عن أركة 3 بونتس ما عم بيسجل عن أركة 3 بونتس بالوقت اللي فاد الخطيب بيلتقط على الأوفانسيف ريباوند الريباوند التالت لفاد الخطيب يوم دي دي وارك سبانسر عن أركة 3 بونتس واحدة من خمسة هايدي من المرات اللي منا معوضين أبدا على دي وارك سبانسر بيها البرسنتج المتدني يعني نسبته عن مسافة 3-3 نئات منا نسبة اللاعب اللي منعرفه دي وارك سبانسر فاد الخطيب هو الليدر هو القصة كله على أرض الملعب فاد الخطيب مثل ما هو القصة كله بالباسكت اللبناني والآسيوي فاد الخطيب يعني اللاعب المميز يلي أرزت الباسكت اللبناني أبو جهاد رشاد بل بيسجل بالتواتل أسست من ديشان تيلور أسست الثالث لديشان تيلور و 18 نقطة لديشان تيلور و 13 نقطة لرشاد بل و 8 نئات لكريستوفر واتسون لعبين الأمريكين بالصفوف الفريق العراقي بالوقت يلي ديواريك سبانسر مرة جديدة ما عبي سجل ولكن واق العرقجي السوبر واق العرقجي عم بيلتقط لأوفنسيب ريباوند وأبو جهاد ما عم بيسجل مرة جديدة الريباوند لعلي عامر تاني ستيل بالجيم تاني ستيل لعبد الوهاب أمينو تاني ستيل لأمينو بالوقت يلي عالي حايدر بأيد الشميل أسست هلو كتير من ديواريك سبانسر تالي تأسست لديواريك بلوقت اللي عم نشوف فيها الزميل حسام الدين زبيبو مشرف العام على الرياضة بتليفزيون المستقبل اللي عم يتابع هالمبارات لجانب الأستاذ محمد من نيمني يعني من جماهير النادي الرياضي يلي دايما متابعين للنادي من نقطتين والعرقجي عم بيسجل من نقطتين النقطة الخمسة عش بالجيم والعرقجي عصعد علاوي عبد علي عم يطلب التايم اوت جمهور النادي الرياضي مبارتين يوميا مشاهدينا يعني نسمع التايم اوت من البعد رح نقول كيف رح يكون المباريات مبارتين يوميا مبارتين يوميا مبارتين يوميا يوميا كيف حاليا لا يوميا مبارتين يوميا لا يوميا 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 وكاذا نقلت هنا تحوظها لازم تسويه وكاذا لا ترجع خلي رجع مهرتك عند الله وعندك قطعة السورة وكاذو فتبا ستوين وكما ترجع ليك جباوح حسنًا؟ جنبي على الإحصاءات وزميلنا على المخرج الرياضي إبراهيم مقداش على جانب كل فريق العمل أعطيكم ألف عافية فاس بريك اللبنانية ديوارك سبانسر ما بيسجل الريبوند لرشاد بيل الفريق اللبناني عا بيلعب دفاع ممتاز هون علي حيدر بإيجل الشمال باسكت أمنا علي حيدر علي هم يسجل مع الباكفون أوف دي بنش 13 نقطة لعلي حيدر أسست و 2 بيبوند و بلوك شات ونقطة الأربعة عشر لعلي حيدر 8 من 12 عن الفري ثرو لاين للنادي الرياضي فريق العراقي على السد أوفنس فريق اللبناني في فوكس عالي على الديفنس وطبعاً سلمدان سلوتج لاحظ بالكورتر الأول أنه فريقه كان آد أوفوكس على الديفنس دغري رجع شد لبراغي مضبوط شد شد الأريق أعطيهن التعليمات اللازمة أنه ما فيك أمداً ما تلعب ديفنس بالوقت يلي الخطيب عم بيخسر الطابي هون تورنوفر هيدا تيل التورنوفر على النادي الرياضي بالجيم كله في فوكس كتير عالي الرياضي عم يكون عنده نسبة تهديف كتير عالي 69-49 69-49 فادي الخطيب أفضل سكورر اللي هلأ بالجيم هو ديشان تيلور كل واحد معه 18 نقطة الريباوند راح يكون لألادي عبد الوهاب أمينو هو النكنيم طبعه ألادي ولكن هو اسمه عبد الوهاب علي حيدر لواء العرقجي ما بيسجل الريباوند لعلي حاتم والعرقجي تين ستيل للعرقجي بالجيم الستيل التاسع للنادي الرياضي بالمبارات كريم زينون ما بيسجل الريباوند للفريق العراقي فتحت الجيم بالأسناء من قبل النادي الرياضي والنادي العراقي ورشاد بل في شوي تراخب لكورتر الثالث أكيد طبيعي الفارق كبير لمصلحة النادي الرياضي 69-51 يعني ما ضاع الفوكس ولكن في شوي هيك بتلاقي اللاعب ما بقى عنده التركيز اللي كان عنده يوقع تكون كلوز جيم هيدا هتون اوفر جديد على النادي الرياضي والفاست بريك أوه حلوى كانت لو تسجلت جيمب كتير عالي عم بيكون ولكن اللاعب العراقي اللاعب رقم 8 اللاعب او الرقم 4 مصطفى جاسم كتير كانت عالية الباس يعني ما تقدم فيه اللاعب كروستوفر واتسن ولكن وين كان بعب بيطلع الكرة لعد مصطفى جاسم الكرة تحت الباسكت لبيشون تايلر بيحصل على الخطأ تالت خطأ على فاد الخطيب تالت فاول على فاد الخطيب قبل الدقيقتين وخمسة واربعين ثاني على نهاية آلي كورتر التالت بيشون تالي عم بيسجل على فريترولاين بيسجل التاني كمان عشرين نقطة افضل سكورر بالجيم بيشون تايلر والعراجي بول هندلر الرياضي عبدالوهاب امينو لفاد الخطيب من تو من ديفنس من الفريق العراقي الخطيب معه رشاد دال الخطيب بيحصل على الخطأ الخطيب اللاعب بدك تدرس قبل ما تدافق عليه تكشيب مكتاب وكذا وطاد تعمل حسابات بترسملك كامراسمة ان شاء الله تثبت معك يعني هوا الخطأ واضح لما استحاد فادي تسعة عشر نقطة لفاد الخطيب نقطة العشرين لفاد الخطيب بطلع لايرتاح قبل ديئتان وثمانة وعشرين تاني على نهاية الكورتر التالت واحدة وسبعين الرياضي اللبناني تلاتة وخمسين الميناء العراقي الليل الساعة ثمانة ونص بعد نشرة الأخبار مباشرة اذا الله اراد نايد الهوبس اللبناني رح يلعب بمواجهة جمعية سلاء الله مغربة يعني مباراة الفريقين حلوين هوبس فريق دائما جاهز لاي منافسة ولاي مباراة بأجد مستويات رائعة خاصة انه بيعتمد دائما على لعبين صغار بالعمر دائما عندهم طموح انه يعملوا شيء لقلن ولا نديهن ما قلت يعني بخلال حفن الافتاع هوبس قصة مجاة حلوة عن الاكاديميات وكيف تستسمر باللعبين الصغار للرياضة رشاد بل مرة جديدة رح يوقف على الفري ثرو لاين موسيقى 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 6 و 8 على تريترو لاين تاني بيسجل منها 16 نقطة لرشاد بل ان رشاد بل واللعبين الامريكيين هون اللي بدي لكم شغلي التقوا بالفريق العراقي هون ببيروت ليش؟ لانه هن راحوا تركيا على المعسكر ومن بعدها طبعا بدأت احداث امنية بالعراق وبالتالي الطيران تركيا ما قدر يتير فوق المنطقة اللي هن فيها ما كانوا حتى متمرنين مع الفريق بعد اللعبين الامريكيين لثلاثة اللي عم تشوفون على الملعب بقيوا سبعة ايام باسطنبول قبل ما يوصلوا على بيروت قبل الفريق العراقي كمان علي حميد ما بيسجل الريبوند لمصلحة الفريق اللبناني تي سبانسر بيسجل كرة لمصلحة الفريق العراقي اخر دي امن الكورترة التالت تلاتة وسبعين الرياضي اللبناني اربعة وخمسين الميناء العراقي كريستوفر واتسن بيسجل من المسافة البعيدة من نقطتين 17 نقطة الفريق لمصلحة النادي الرياضي تزديدة من سبانسر عن قارك لتري بوينت هالمرة بيسجل بيعمل الفريق 22 من 7 عن قارك لتري بوينت للنادي الرياضي هلأ بعدها يخلص الكورتر لحنا عرف قديش شايتين الرياضي عن قارك لتري بوينت نحن نسأل لزيد التنير لنعرف اخر الستات ديشان تيلر لازم يشوت ديشان تيلر لتري بوينت عن انتهي زيد خاصة قارك لتري بوينت عند الفريقين شون الأرقام لهلأ سبحي الهلأ يعني نادي الرياضي صار مسجل اربعة ثري بوينت ان توتل اخت 17 قطمت هيدا يعني افرج كتير واطم منو خرارة مع النادي هو كيف يلعب اجمالا اما النادي العراقي حاطت شوطتين من اصل سبعة اللي عملون نادي العراقي انو شايفوا حالهم منو كتير مفقين عن قارك لثري بوينت زغروا من الشوطات اللي عم يخدوهم بطلوا عم يخدوها لقد قطمت ويكون مشاهدين لبريك قبل ما نرشع للكورتر الرابع والأخير من هالمباراة عودي نحن ويكون مشاهدين للكورتر الرابع من مباراة الرياضة اللبناني ونادي الميناء العراقي بايفتتاح بطولة حسام الدين الحريري بنسخة الستة وعشرين لكورة تسلي اتمان فرق عم بتشارك اربع فرق عربية على الرغم من كل الظروف يعني متل ما قالت بكلمتها السيدة بهية الحريري على الرغم من كل الظروف اللي عم تحيط بالعالم العربي والزروف الصعبية اللي عم يقطع فيها لبنان ما وقفت وما رح توقف هالبطولة ومكملين بها المسيرة مع اشقائنا العرب وعم نشوف اليوم اربع فرق عربية موجودين بقاعة الرئيس صعب سلين بالنيادي الرياضي بالمنارة اربع فرق هني الميناء العراقي من البصرة وبالاضافة لجمعية سلاء المغرب ببطل المغرب وبالاضافة اللي قاله النجم الساحلي بطل تونس والمجمع البترولي الجزائري وصيف بطل العرب من لبنان النيادي الرياضي بطل لبنان ونيادي بيبلوس هوبس وهومنتمن هومنتمن يعني لأول مرة رح يشاركوا ببطولة حسام الدين الحريري بالوقت يلي هبا ورشا هقا شارين تليفون جديد زميلاتنا بالتليفزيون وبعرفين عبيعلم التاني على شي جوي زلعوم هو وكريم زينون واسماعيل أحمد وعلي حيدر على أرض الملعب وديوارك سبانسر عم بيلعبوا بالخبرة صار هون السمعة العملاق المصر إسماعيل أحمد هرم كرة السلية العربية إسماعيل أحمد شو بدك تعد وشو بدك تحسي شو عامل السمعة للباسكت العربي واللبناني دي شون تيلر من نقطتين ما بيسجل الريباوند لا عند رشاد بل رشاد بل لمصطفى جاسم عن آركة 3 بوينت ما بيسجل الريباوند لمصلحة النيدي الرياضي ديوارك سبانسر بدي يسدد عن آركة 3 بوينت ما بيسجل الريباوند لمصلحة 2 رح يكون في إتيل على الطاب بتنتهي لمصلحة المينا العراقي ومصطفى جاسم وبلقشة تيلة لعلي حيدر بالجيم تيلة اللقشة لعلي حيدر بلوقت اللي عم نشوف فيها الأستاذ نزار الروس مدير البطولي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة تسلي يعطي ألف عافية وإلى جيمبو وإلى جيمبو عم بيكون لأستاذ نزار الروس الأستاذ هشام وليد جرادي من سر نيد الفداء صيد ومنصق البطولي طبعا استقبال الفرق وتنظيم البطولي شيء منه سهل أبدا بالوقت اللي عم بيطلع اللاعب رقم 12 كريستوفر واتسن على البنش بيدخل بدل منه علي عامر طالب مصطفى جاسم علي حاتم على الباسكت ولكن لعلي عامر ما بيسجل وعلي حاتم كمان ما بيسجل من تحت الباسكت وعلي عامر طالب برجع بيعمل كنترول مصطفى جاسم بده يدخل على الباسكت علي حايدار ديفنس ممتاز بهالجيم لعب عم يكون فعال جدا أوف دابنش علي حايدار بالوقت يلي دي مرة جديدة على آرك تري بونس ديت لعبين على فاد الخطيب بده يجربوا يمنعوا انه يلتقط الريبوند بس فادي بلتقط الريبوند السادس لقلو بالجيم ستة ريبوند لفاد الخطيب عشرين نقطة لفاد الخطيب افضل سكورر بالجيم اللي هلأ هو فاد الخطيب بعشرين بالتساوي مع دي شون تيلر وتسعة عشر نقطة لرشاد بل خمستعشر نقطة لواء العراج ستعشر نقطة لعلي حايدار ولأرقام اللعبين بالكورتر الرابع قبل سبع دقائق واربع وعشرين ثاني على نهاية الكورتر الرابع كرة رح تكون أوف فاوند لمصلحة لعلي حايدار حلو كتير كانت لعن فاد الخطيب ولكن تورنوفر على إسماعيل أحمد مصطفى جاسم علي عامر رشاد بل بدي اقترق على الباسكت بيحصل على الخطأ رشاد بل بيحصل على الخطأ رشاد بل تسعة عشر نقطة لرشاد بل خطأ الثالث على إسماعيل أحمد اليوم ثلاث حكام على أرض الملعب والإبراهيم من مصر صفيان سي يوسف من الجزائر وصاب الرزقي من تونس هالسنة عم بتغيب الفرع المصرية عن بطولة حسام الدين الحريري لأنه مصر رح تتزم بطولة العالم للنشئين تحت 17 سنة بالقاهرة بالصيف المقبل وبالتالي الفرع المصرية لازم تكون موجودة حاليا بمصر لإنهاء الدور العام على بكير قبل شهر رمضان المبارك لأنه كمان رمضان المبارك إن شاء الله رح يكون بنهاية عيار بداية حسيران فبالتالي الكالندر كتير ضغط رزنامة الاتحاد المصري لهالشي طلبوا بهالوقت يكونوا الفرع المصري موجودين بالوقت يلي سمحوا للسبورتينج المصري أنه شارك بطولة الأندية العربية بتونس دفاع مميز من الفريق العراقي بهالوقت كريستوفر واتسن لمصطفى جاسم لكريستوفر واتسن ما بيسجل بأول مرة وبتاني مرة كمان الريبان لواتسن كرة لعند ديشون تيلر تحت الباسكت مع أسماعيل أحمد من نقطتين ما بيسجل الفريق العراقي أخذ ثرد وفورث وما قدر أن يسجل بالوقت يلي فاد الخطيب تحت الباسكت بيبقى محافظ على الطاب فادي شو عم بيصير تحت الباسكت الكرة بالنهية عم بتروح لمصلحة الفريق العراقي وسلوبدان سبوتش أكيد بدي يتلب تايم آوت خلنا نسمع تعليماته للكوتش سلوبدان والكوتش أسعد علاوي عبد علي عبد الحراق للتعامل بالأسفل سلوبدان وكما تذهبون الآن عليها تسريح هنا تسريح هنا تسريح هنا تسريح هنا لا تسريح هنا تسريح هنا أيضا اقضع فهذا انتهي ال- Time Out اعطا تعليماته بني7 بالتيجور الرياضي أخذ الجيم على المحل اللي هو يبدو إياها على مكان يقدر هو يسيطر على تيمبو المباراة وأتبدو عن بيعلي وأتبدو عن بيواتس التيمبو ولكن الرياضي عنده تقدم 78 و 61 هون الخبرة هون هوية البطال هون هوية الفريق اللي بيعرف كيف يسيطر على الجيمات هايدي الأفضلية اللي عنده إياها الناد البيروتي دائما رشاد بل من نقطتين نقطتين بيسجل رشاد بل لنقطته لـ 23 بسرعة بيصير أفضل سكورر بالجيم رشاد بل الفريق العراقي اللي هلأ مسجل 2 من 10 عن أرك الـ 3 points وديشون تيلر ما عم بيسجل الجيمب كتير عالي ديشون تيلر الجيمب طبعه وباسكت إلا ديشون تيلر عم بيقلص الفريق العراقي هون ديشون تيلر عم بيسجل لقطته لـ 22 يعني اللعبين الأمريكان بيشوفوا فريق العراقي مسجلين لهلأ 55 نقطة من أصل 65 نقطة ثلاث لعبين أمريكان على أرض الملعب عاملين فارق كله طبعاً الفريق العراقي عم يستفيد من الأنين اللي عم تعتمدوا هالبطولة بإشراك ثلاث لعبين أجانب على أرض الملعب برجع بقول هون يعني آنون هالبطولة بما أنه البطولة تقام بإشراف الاتحاد اللي بناني للباسكت والاتحاد اللي هلأ بعده معتمد آنون لثلاث أجانب فالبطولة عم تقام بثلاث لعبين أجانب خمس دعي و 37 ثاني لنهاية الجيم علي حيدر لعبد الوهاب أمينو في خطأ على رشاد بل الخطأ الثالث على رشاد بل عبد الوهاب أمينو اللاعب النيجيري عن الفري ثرو لاين عبد الوهاب ما عم يسجل الأولي ضيع لهلأ ثلاثة فري ثروز بالجيم واحدة من أربعة نقطة 11 مع 2 ستيل 2 بلقشف وخمسة ريبونت بوقت قليل لعبه عبد الوهاب أمينو بالوقت اللي بي شانتيلر لرشاد بل عن أركت 3 بل ما بيسجل الريبونت لواء العرقجي الريبونت السادس لواء العرقجي 15 نقطة لواء بجيم اليوم عم يلعبوا بكل رواء لعبين للنيجيريي عم يلعبوا بكل رواء لعبين للنيجيري عراقي يرجع يكمل القمباك تبعه بالوقت يلي سبانسر عم بيسجل تيلة ثري بونت لألو بالجيم نقطة الخمسة عشر ثلاثة من تسعة عن أركت 3 بونت ودي شانتيلر ما عم بيسجل كمان عن أركت 3 بونت بالريبونت الفريق العراقي اللي هلأ أفضل من الفريق اللبناني إذا منتطلع بالريبونت 36 ريبونت أو 37 هلأ كمان مع هل ريبونت لعبد الوهاب أمينو تعادلوا الفريقين 37 ريبونت للفريق العراقي 37 ريبونت للنيجير الرياضي اللبناني دي عن أركت 3 بونت بيسجل وقته تفتح معه اللاعب لسكورر عن أركت 3 بونت بيصير مزعج جدا 18 نقطة بسرعة بيعمل 18 نقطة دي واركسبنسر بنسبة 40% عن أركت 3 بونت أربعة من عشرة كريستوفر واتسن يبقى محافظ على الكرة عن جاسم عن أركت 3 بونت أيربول الكرة لمصلحة النادي الرياضي 3 دقائق و 57 ثانية لنهاية الجيم يعني فور نهاية المباراة رح يكون بمقابلة سريعة كتير مع فادي الخطيب اللاعب الأفضل هلأ بصفوف النادي الرياضي 20 نقطة لفادي سبانسر بوصلها لعند فادي ما بيسجل عبد الوهاب أمينه بيلتوية الريباوند السابع لقلو وعبد الوهاب بيسجل ولكن أفضل ريباوندر اللي هلأ بالجيم هو رشاد بل مع تسعة ريباوند ولكن كمان علي حاتم لأفضل ما هو 11 رشاد تاني أفضل ريباوندر على كل الأحوار خلنسمع تعليمات المدرب أسعد علاوي أسعد علاوي أننا سنحن سوين مصطفى سنحن سوين سكرين سيجينا لرشاد سيصير لرشاد حسنا؟ 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 نعم 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 نتهيق التايم اوت التدايق 41 ثاني لنهاية الجيم الاولى للنهار الأول الجيم الثاني الساعة 8 ونص بعد نشرة الأخبار بالوقت يلي عم نشوف فيه جمهور النادي الرياضة عم بيشجع فريقه على رغم من تقدم الكبير للفريق اللبناني وهم بدي يقول كمان يعني الرياضة ما شرك بكل الوقت اللي عم لاقع النجيري عبد الوهاب امينه اللي النكنة يمتبعه لقبه هو الادة وخيه اكيد من اهم لعبين الامبي اي الفاروق امينه علي حيدر فاد الخطيب ما بيسجل لعبد الوهاب تحت الباسكت باسكت ان لا عبد الوهاب امينه يعني مرة جديدة بدنا نقول اليوم الجائز الفن اللي النادي الرياضي اللي عم بيغيب عنه مساعد المدرب احمد فران عنده وعكة صحية بسيطة بالوقت اللي عبد الوهاب امينه عم بيسجل عن الفري ثرو لاين نقطه الستعاش مع تماني ريباونس اتنين ستيل واثنين بلاك شات خلاص النادي الرياضي اكيد حسم المباراة لمصلحته والرياضي عم بيحقق فوز الاول بدورة حسام الدين الحريري على كل الاحوال الرياضي بحطولة اسيا مخصر الا بالمباراة النهائية هلا حنشوف هون نفس السيناريو مباريات البقوي بالمجموعة التانية مجموعة نارية يعني لما نشوف النادي بيبلوس هومنتمن نجم الساحري والمجمع البترول للجزائري ما فينا نقول غير يا لطيف على المجموعة التانية مجموعة الاولى اللي بتضم الرياضي اللبناني الميناء العراقي جمعية سلال مغربي وهوبس اللبناني هومنتمن بكرة عنده مباراة ساعة تماني ونص بيبلوس الساعة خمس ونص جمهور اللبناني هون بدي يذكر انه الدخول الى ارض الملعب هو مجاني فايزا دقيقتين واربع ثواني لنهاية الكورتر الرابع ونهاية الجيم عبدالوهاب امينو عم بيسجل من تحت الباسكت نقطه العشرين نشوفون بالوقت اللي العملاق السوري عبدالوهاب حموي اول مكتين طبعه حمشو عبدالوهاب امينو عم يطلع على البنش وحمشو عم يدخل على ارض الملعب طبعا عبدالوهاب امينو هو شقيق وللعب بورتلاند تريد بليزرز بالامبي اي الفاروق امينو بلوقت اللي واقر واقل عرقجي كرة الاوفنس اللبناني ما رح يكون عندي مقابلات فور نهاية الجيم لانو النشرة الاخبار رح تكون بانتظارنا ما بعرف ازا ابراهيم ما كديش فيه شوية وقت ولا ابدا طب ديئة هيك ايك على كل الاحوال الرياضي فازان عم بيعاق فوزه الاول على نادي الميناء العراقي عراقي رويس ميحا عابينه المباراة الرياضي من نقطتين كريم زينون بيسجل خمسة وتسعين سبعة وستين العملاق السوري حمشو تحت الباسكت اللاعب المترين وعشرين صوتين سنتيمتر يعني من الواضح انه النادي الرياضي رح يعتمد عليه كلاعب اجنبي تالت ستة وعشرين سنة حمشو شوفنا السن الماضي بها البطولة ببطولة حسام الدين الحريري مع نادي الانترانيك والشو ببين العراج والزينون عم بيسجل كريم زينون بالوقت يلي دي شان تيلر عم بيسجل نقطة الاربع وعشرين سبعة وتسعين تسعة وستين انتهي المباراة فا ازا مشاهدينا انتهي المباراة بفوز اول نادي الرياضي اللبنيني بطل لبنين على نادي الميناء العراقي من البصرة زيد اعطيني الابرز الاحصاءات يلي صاروا بالجيم ابرز الاحصاءات لهلأ في عنا دي شون تيلر عمل اربعة وعشرين نقطة اليوم مع ثلاثة أسست وخمسة ريباوند رشاد بل كمان ادى مستوى حلو خمسة وعشرين نقطة تسعة ريباوند واثنين أسست اما من ناحية نادي الرياضي فهذا الخطيب كمان بيرفورمس مثل العادة عشرين نقطة اثنين أسست وثنين ريباوند ساعة دكتير واقل عرائجي بسبعة ريباوند أربعة أسست وخمسة عشر نقطة فازان اكيد يعني النادي الرياضي بحقق فوز الاول الساعة 8 ونص مشاهدينا راح تكون المباراة التانية منقولة مباشرة على الهواء بدأت شكر كل اللي تابعونا بالبارت الاول من النهار الاول لدورة حسام الدين الحريري بدأت شكر زيد تنير على الاحصاءات زميننا المخرج إبراهيم ميجداشي يعطيك ألف عافية أنت وأكيب المصورين والتقنية وكل الشباب اللي معاك شكرا لكم تحيات لكم معلق المباراة إعادات مع موسيقى شوفكم اثنين ونص شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة